أشهد رئيس الحرس الوطني سمو الفريق ركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة بالخطوة الملكية الهامة بالتصديق على تعديل قانون تنظيم معاشاته ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام سموه أعرب عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعال حرسه واهتمامه المستمر برعاية ضباط وأفراد وكافة منتسب الحرس الوطني وقال سموه أن الحرس الوطني وصل لمستويات متقدمة من الجهزية القتالية لأداء مختلف المهام المناطة به والمسؤوليات الملقاة على عاتقة وأثبتت الأحداث الدور الهام الذي تقوم به قوات الحرس الوطني في الدفاع عن الوطن وحماية منشأته الحيوية وهي مسؤولية يتشرف بها جميع منتسب الحرس الوطني مؤكدا سموه ضرورة مواصلة استكمال منظومة رعاية العاملين في السلك العسكري والأمني بالمملكة من خلال المزيد من التشريعات والأنظمة لافتني لنا القانون الجديد الذي صادق عليه الأهل المفدى القائد الأعلى حفظه الله يضيف بعدا جديدا في العمل الوطني للدفاع عن المملكة من خلال تطوير التعريفات الخاصة بالعمليات الحربية التي أصبحت مفهوما شاملا ومتناسبا مع التطورات والتحديات التي تواجه الدول حاليا بالإضافة إلى الامتيازات والحقوق التي كفلها القانون الجديد للشهيد وأسرته والمستحقين عنه لأنها تقدير كبير من الدولة لكل من يقدم التضحيات في سبيل الوطن الغالي